وعودة مرة أخرى إلى زميلنا محمود جميل من محافظة البحيرة للمزيد من المتابعة حول مبادرات وأنشطة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي محمود أرحب بك مجددا وأطلعنا على ما لديك أهلا بك يوسف وبكل أسادة المشاهدين يعني ملحمة وطنية وإنسانية يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال المبادرات والمشروعات التي يقوم بها في كل المحافظات وكان أحد المشروعات التي استعرضها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال متابعة الإنجازات هي مزرعة وفرة التي نتواجد بها حاليا في قرية الشعراوي بمركز أبو المطمير بمحافظة البحيرة هذه المزرعة هي أحد المشروعات الهامة في إنتاج الثروة الحيوانية لزيادة الإنتاج من اللحوم أو الألبان هذه المزرعة أولا نتحدث بشكل تفصيل عن شقين همين الشقة الأول الخاصة بالرؤوس الخاصة بالتسمين هذه المزرعة تحتوي على 1500 رأس تسمين من نوع أنجس هذا النوع هو من أفضل السلالات على مستوى العالم في التسمين فبالتالي هذه المزرعة تحتوي على هذه الرؤوس وهي من أفضل السلالات في العالم الشقة الآخر وهي الخاصة برؤوس الحلاب وهي 2000 رأس حلاب في هذه المزرعة بيتم أيضا التوسعة في جوانب المزرعة الأخرى لزيادة هذه الرؤوس خلال الفترة القادمة وهذه الرؤوس زادت أطعاف منذ عام 2016 داخل هذه المزرعة أيضا تم مراعاة أثناء إنشاء هذه المزرعة بعض المواصفات الفنية الدقيقة والأساليب التكنولوجية الحديثة للعمل على تحسين السلالة المصرية الموجودة هنا وهذا تنفيذا لتكلفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تحسين السلالة المصرية والعمل على تطوير تجمعات أو مراكز تجميع الألبان فبالتالي تم مراعاة هذه المواصفات للعمل على زيادة الإنتاج سواء في اللحوم أو حتى في الألبان أيضا هذه المزرعة تقام على مساحة عشرين فدان وبها محلب آلي هذا المحلب الآلي يقوم بحلب الأبقار باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لسببين همين السبب الأول وهو ضمان جودة هذه الألبان والتأكد من عدم وجود أي تلفيات أو أي أمراض داخل هذه الرؤوس فبالتالي تنتقل إلى هذه الألبان السبب الآخر أيضا هو العمل على حفظ الإنتاج وزيادة الإنتاج من هذه الألبان باستخدام هذه الوسائل التكنولوجية الحديثة هذه الوسائل وهذا المحلب يتم العمل به تحت إشراف مهندسين زراعيين وأطباء بيطريين وعمال مضربين على أعلى مستوى من الكفاءة للتعامل مع هذه الوسائل التكنولوجية الحديثة والتعامل أيضا مع عملية تحصين الحيوانات الموجودة فبالتالي هناك هذا المحلب الآلي الذي يتم التعامل معه لضمان جودة الألبان وأيضا زيادة الإنتاجية هذه المزرعة أيضا تتكون من مبنيين همين المبنى الأول به ثلاثة طوابق الطابق الأول به المحلب الآلي وتنكات الألبان وأجهزة التبريد السريع الطابق الثاني وهذا جزء مهم جدا داخل هذه المزرعة وهي وهو تهيئة المناخ المناسب للعاملين والأطباء البيطريين الموجودين داخل هذه المزرعة بتوفير مكان مناسب لهم سواء للإقامة أو حتى بعض الأماكن الأخرى تم إنشاء أكاديمية للتدريب داخل مركز أو مزرعة وفرة أكاديمية وفرة هذه الأكاديمية تقوم بتدريب العاملين والأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين الذين يعملون هنا داخل المزرعة وأيضا الخرجين من المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين فبالتالي المزرعة تراعي كل التفاصيل الدقيقة سواء الخاصة بالعنصر البشري أو خاصة حتى برؤوس الأبقار الموجودة في مسألة الرعاية البيطرية لهم أيضا المبنى الآخر الثاني وهو الخاص بالورش الموجودة والعمال الذين يعملون أيضا داخل هذه المزرعة فبالتالي كل هذه المباني أو كل هذه الأجواء تتيح للعنصر البشري التواجد باستمرار داخل هذه المزرعة حتى المكاتب الإدارية الموجودة تطل على الحظائر الموجودة هنا لمتابعة كل أقسام المزرعة الموجودة سواء خاصة بالرؤوس التسمين أو رؤوس الأحلاب فبالتالي هناك متابعة على مدار الساعة لكل الحظائر وأقسام المزرعة الموجودة هذه المزرعة يوسف أيضا هي الأولى في مصر التي حصلت على شهادة الأيزو 22 ألف ودخلت ضمن القائمة البيضاء لسلامة الغذاء هذه الشهادة تعني عالميا أن هذه المزرعة تم إنشاؤها وفقا لمعايير سلامة الغذاء العالمية وتضمن سلامة اللحوم وسلامة الألبان الموجودة داخل هذه المزرعة هذه المزرعة ستكون لها سائدة كبيرة على السوق المصري أو حتى على المواطنين نعم محمود لتذكرة مرة أخرى كل ما ذكرته من هذه الإنجازات التي تتم على أرض هذه المزرعة مزرعة توفرة تتم تحت إطار مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهل التنموي نعم يوسف يعني هذه المزرعة أنشأها بنك الطعام المصري وهو أحد يعني كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلية التنموي وقام أيضا بعدد كبير من المبادرات يوسف نعم شكرا جزيلا زميلي محمود جميل من محافظة البحيرة كنت معنا على الهواء مباشرة اشتركوا في القناة